مساء الخير كيفكم اشعروا اخباركم طبعا اليوم ان شاء الله هنبدأ بطريقة وصل الوحدات المربعة اللي شرحت لكها بفيديوهات السابقة وتبعية الجاكيت الاخضر طبعا بتكوني لازم كون جاهزة الوحدة المربعة الكبيرة اللي شرحت لكها بفيديوهات الثانية وجاهزة ايضا في عندك يكون وحدة مربعة صغر مخلصتهم كاملا وعندك اربعة وخمسين وحدة مربعة باقي لك فيها الدور الاخير جاهزة كل هاي الوحدات طبعا زي لسه ما شفتي الفيديوهات السابقة وما طبقتيها هترويكرا وابطها بصندوق الوصف فبس طبقتيهم تعالي على هالفيديو وبدأت طبقي معاي طريقة وصل هذا الجاكيت لانو هادا الجاكيت هتكون كل وحداته هنشتغلها وظلما نوصلها كلهاته خلال الدور الاخير يعني مافي اي خياطة فحتى يكون هيك الجاكيت مرتب وفيه حركة مختلفة متل ما شايفين قدامكم طبق الوحدات المربعة تبع الجاكيت طبعا اتوقع ما حدا شاف من قبل انو حدا طبق كل الوحدات المربعة بهذا الشكل خصوصا انو هذا الجاكيت وحدات المربعة تبعيته اخر دور حنشتغله نحن جاهزين نوصل الوحدات المربعة يعني مو انو جاهزة جاهزة كل الوحدات وبتخيطيهم مع بعض لا بدك تتركي دور اخر دور عشان تشتغلي وانت جاهزت توصل الوحدات مع بعض طبعا انا شو سويت اشتغلت وحدة فقط من وحدات المربعة كملتها كامل ان جاهز اوصلها وبعدين فكيته وقست طول الخيط وصلت اساوي عليه باقي الوحدات المربعة وشوفو كيف افرجيكم كله هيك مجهزت لهم كل اشي وحدات مربعة متل ما شايفين طبعا بالنسبة لعدد الوحدات المربعة متل ما حكيت لكم باول فيديو بطريقة عمل وحدة مربعة حنحتاج سبعة وخمسين وحدة مربعة حنحتاج منهم اثنتين وحدتين مخلصتيهم كاملات طبعا هاي شوي حج ماكرون هاي لانه هي ثبتها هاي لسه ثبتها بالبخار المهم هتحتاج تنتين مخلصتيهم وحتحتاجي اربعة وخمسين وحدة مربعة تكوني لسه باقي لك فيها الدور الاخير متل ما شايفه وحتحتاجي وحدة مربعة واحدة اللي هي اللي كبيرة شرحت لك ياها بالفيديو السابق انا حطيتها تحت هلا شوي صعبة طلعها بس ها هي الوحدة المربعة فجهزيهم كلياتهم او عادي شغلي انتي جاي ستوصلي بالوحدات المربعة مع بعض بالجاكت شغلي وحدة مربعة وكملي شغل معي شغلي وحدة مربعة وكملي شغل معي او سوي متل ما انا سوت وشغلي هاي كل الوحدات المربعة المهم خلينا هلا نبدأ بطريقة الوحدات هاي مع بعض وطريقة تشكيل الجاكت مثل ما شايفه ادامك ووافتلك كل الوحدات المربعة بالورق مثل ما شايفه هاي ورقات ورقمتهم حتى تعفي بالضبط كيف ترتيب وصل هاي الوحدات مع بعض وماتت لخبتي وتوصلي لا حد ما تستطيع تكملي في وصل الوحدات المربعة فشوفي معي أسمتلك يوم على ألوان لأنه حيكون عندنا أجزاء هذا أنت بتشوفي فيه كل وجهة جالسة تشوفي فيه أنت جالسة تشوفي هيك وجهة للوحدة المربعة هذا بالوسط هو الظهر وهي الأمام طبعا أنا ساويتهم مثل هيك شوفي كيف الجاكت هيا عندك الوحدة المربعة هي البرتقالي هي الظهر أكبر وحدة وحضنطويها بهذا الشكل شافي كيف أنه كيف عندي يمبين الظهر حتى تتخيل فقط الفكرة هيك عندك هاد الأمام هيكون عندي هاي الوحدتين مربعة هلا هشرح لك كيف هنوصل وحدتين مربعة رقم 8 و9 بنفس مكان وحدة مربعة واحدة فهتنقلب بهذا الشكل عشان نصير مثل أبة وعندك هاي الياقة اللي بالخلف رقم واحد واثنين اللي فوق هنوصل واحد بتسعة واثنين بتسعة اللي هوني فهتطوية هيك هي هتصير عندك هاي الحافة شافي هاد الطرف بهذا الطرف هيك فهتصير معك أبة طعم الورق هاد الشي ما بدل اطعجه او اثني لكن فقط حتى يعني تتصور كيف الفكرة كيف بدنا نبدأ نوصل هاي الوحدات متل ما شاف قدامك انا هابدأ بهذا الجزء طبعا شوفي معي هنشتغل هاد اللي من هذا الطرف وبعدين ان شاء الله مع بعض ونكمل باقي الاجزاء طبعا انا جهزته هاد اول قسيم لا تخافي هاشرح لك يا بالتفصيل لكن فقط حتى توضح الفكرة اكتر طبعا اول اشي عندك اول ست وحدات مربعة توصليهم عادي وبعدين الوحدة السابعة عادي بتوصليها فوق الوحدة السادسة هوني بعدين متل ما شايفة هوني عندك وحدتين بمكان وحدة واحدة يعني هاي مثلا اذا نزلت هيك لتحت فالمفروض يكون عندي هوني فقط وحدة واحدة حتى يكمل صح لكن انا اشتغلت انتين مكان وحدة حتى لما تقلي بيها للابة متل ما شايفة شوف كيف تطلع كتير مرتبة وحلوة طبعا شوالي كمان شوفي معي انا اشتغلت هاي كل الوحدات المربعة هاد الوجه الامامي الها اما هاي هاي الوحدتين يلي رقم تمانة وتسعة بتشتغليهم بالعكس يعني شوفي ان شاء الله تكون واضحة عليك هاد الوجه الخلفي للغرز هاي رقم سبعة الوجه الامامي كل يعتهم من واحد لسبعة الوجه الامامي لكن تمانة وتسعة الوجه الخلفي وجه الامامي هوني ليش لما لانه بدك تثنيها الابة لما بدك تطويها انت لابستيها بهذا الشكل بدك يبين الوجه الامامي للوحدات المربعة حتى صير شغلك كليات ومتقن ومرتب وحلو فخليني هلا اشرح لك كيف بدك توصري الوحدتين عشان نساوي هاي الفكرة فهاي عندك رقم واحد وهي رقم اثنين باقي لي اخر دور اشتغلت فيه متل ما شايفة عندك انت اربع اطراف اشتغلت اول طرف نصه وبعدين بعد ما اشتغلت الخمس غرز عمود بلفة هاي اجي هوني على الزاوية هاي واشتغل فيها غرزة منزرقة بعدين هرتفع السلسلة واشتغل كمال شغلي هوني خمس غرز عمود بلفة كمال شغلي عادي بالوحدة المربعي اللي انا جاهزة اشتغل فيها بعدين بعد ما اخلصت الخمسة نرجع هيك نزبط الوحدة المربعة هنشتغل شايفة كيف انت هوني الخمسة في بعدين ثلاثة الفراغ اللي بيناتهم بدك الدخل السنارة وتشتغلي غرزة منزرقة بعدين عندك هذا الفراغ سلاسة تشغلي ثلاثة عادي بتكمل الوحدة المربعة نص الطريقة اللي شرحت لك ياها باول فيديو لهاي الوحدة المربعة خلصت ثلاثة هوني تترك هاي اللي ثلاثة وبالفراغ اللي بعد ساوي منزرقة بنكمل هوني عنا كمان ثلاثة بعدين بالوحدة الكاملة بتترك هي اللي ثلاثة وبتجي الفراغ اللي بعد وبتساوي منزرقة وبتكرري هاد شي ايضا باقينا هوني ايضا ثلاثة وحدات عفواً ثلاثة عوميد هاي اتنين ثلاثة تترك هوني عندك ثلاثة تشغلي الفراغ اللي بعده متل ما شايفي شوفي كيف الوحدات المجموعات هي كيف وصلناهم مع بعض هلا وصلنا للزاوية بدك تشغلي فيها خمس غرز عامض بيلفة بعدين تجي على الزاوية اللي جايسين هلا وصلنا لها بالدخل فيها ساوي منزرقة وبعدين ترتفع بغرزة سلسلة وبتشغلي الوحيد المكان يلي بدك تشغلي في غرزة سلسلة بعد المنزرقة هو فقط بالزاوية اما هوني فقط منزرقة بدون اي سلاسل خمسة هي خلصتها شوفي كيف خلصت وصل هاد الجزء طبعا عندك انتي هوني لانه هي رقم واحد هي رقم اثنين بتكملي عادي متل ما منكمل الوحدات المربعة الباقية عادي متل ما شرحت لك ياه باول فيديو لهي الوحدة بتكملي جميع اطراف هذا المربع واخر شي عادي بتسكري بمنزرقة شوفي معي كيف خلصت هي الوحدة مربعة وسكرتها بمنزرقة هجيب هلا وحدة مربعة كمان وابدأ وصلها بهذا المكان فشوفي معي حنبدأ اول الشي نحن متل ما شفتي شغلت اول نص من اول ضلع من المربع نصه وبعدين هجيبه ونحطه بهذا الشكل عشان فرن اشرح لك الزاوية هدخل السنارة شوفي كيف بدي كنت تتحاولي قدر المستطاع نتساور وحدات كل المربعة وسطها مرتب يعني ما يكون واحدة جاية على هالطرف اكتر من هالطرف او واحدة جاية على الطرف الوسطاني اكتر من طرف بالفوق فننوازن بيناتهم شوفي معي عندك انتي هاي الفتحتين وعندك هون هاي الغرزة اللي وصلنا فيها بتحاولي الدخلي بوسط هاي الغرزة اللي وصلنا فيها متل ما شايفي قدامك وبعدين هشتغل غرزة منزرقة وارتفع غرزة سلسلة لانها زاوية واشتغل خمس غرز عمود بلفهي واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة بعدين بالوحدة مربع اللي جاسة هلا اشبك فيها متل ما شايفي هاي الوحدة مربع شوفي شوفي كيف الزاوية محلها شوفي كيف طرعت المرتبة هلا حنشبك طبعا هوني بهذا المكان فعندك هاي الخمس غرز عمود بيلفهي حتركيهم بالفراغ يلي بين الخمسة وبين اللي ثلاثة هساوي منزرقة بهذا الشكل وبعدين ثلاثة هوني بالفراغي اللي بعده بدي ساوي ثلاث غرز عمود بيلفه هاي اتنين هاي ثلاثة بتتركي هوني اللي ثلاثة الفراغي اللي بعده منزرقة وهكذا بدك تكملي نفس الشي شوفي معي تكملي نفس الاشي اه توصل حتى توصل لهاي الزاوية مع هي الزاوية تخلصيهم تماما وتكملي الوحدة المربعة وتبدأ يجي بوحدة المربعة هوني توصليها كمان لا تنسي لما تكتشغلي هون توصلي هادا الجزء حتوصلي الزاوية حاولي كمان ايضا شايفي سير كيف صارت عندك هوني في مثل نقطة منتصفة بداخلي دايما سننارة فيها وبتشبكي وبتكملي هاد طرف وبعدين خاصة تشغلي اخر اخر ضلع بالوحدات المربعة مثل ما شافي معي هي الوحدات المربعة هنا ساوت ستة شوفي كيف هيك مرتبات مع بعض شوفي كيف الوسط تشغليهم هيك بتخلصي اول ست وحدات مربعة مثل ما شافي هوني عندك اول جزء هادا القسم عندك واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة بعدين بدك تشبكي السابعة تشبكي الوحدة السابعة هوني هوني عندك الوحدة التامنة والتاسعة نوصلهم مع بعض خليني افرجيكي بالجزء يلي اه مخلصته شوفي كيف عندك هي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة وعندك هي السابعة وصلتها هلا هوني عندك الجزء الوحدة التامنة والوحدة التاسعة كيف وصلناهم بنفس الطريقة تماما لكن اه بدان ما توصلي الجزء هى الوحدة المربعة للنمتشتغلي فيها شغلتها هيك هيك لو توصلي الجزء التحت الوحدة المربعة هذا المكان ماتشبكي بالوحدة المربعة هون شافي كيف هون انا ما شبكته عادي كملت كان يعب شغل هى الادوار الخارجية وصلت للزاوية شبكتها وكملت شبكت الوحدة التاسعة بالوحدة السابعة عادي كتين سهل متل ما الوحدات السابقة اللي شرحت لك ياهم بعدين بتجيبي الوحدة هي رقم تمانا وبتمتدخل اتوصليها بالطرفي اللي تركتي هذا من الوحدة التاسعة وبتكملي عادي شغلت وعم توصلي بالزاوية تشغليها بالوحدة التاسعة تشغلي هذا الضلع تشغلي هذا الضلع ببالك فقط هذا المكان بتوصلي هذا آخر الضلع بتوصلي وين بين الوحدة الثامنة والوحدة هاي رقم خمسة فشفت كيف طريقة كتير سهلة الشغل الوحدة انتبهي علي اللي حكيت لك ياها بداية الفيديو انه لما تبدأي تشبكي الوحدات المربعة رقم 8 وتسعة شبكيهم بالأفة خلي متل ما شاف هيكلية الوجه الامامي اول سبع وحدات كل الوجه الامامي معد رقم تمانية وتسعة الوجه الخلفي تمام هلا متل ما شاف ادامك بدنا نبدأ بالجزء الثاني هلا كلا جائسين نشتغل هذا الجزء يلي هوني هذا اللي نطوي من هذا الطرف خلصنا هلا بدنا ننتقل لهذا الجزء متل ما شاف ادامك عندك سبع وحدات نشتغلهم عادي اول اشي رقم واحد طبعا رقم واحد شو بده تكون بده تكون جاهزة نخلص الوحدة المربعة كاملة بتبدي بالرقم اثنين بتشبكيها من هون وبتكمليها بتنتقل الرقم ثلاثة تشبكيها من تحت وبالزاوية رقم اربعة بتشبكيها بهاي وبهاي وهكذا خمسة وستة هلا بدنا نجيب الوحدة السبعة هنشبكها هوني ما كان ما انا حط الماركة متل ما شافي قدامك وصلت الوحدة السابعة خلصتها طبعا هاي شوي هيك بتلاقوها شادة فقط لانه هاي طبعا ممثبتة لكن سيت وحدات انا كنت ممثبتهم عشان بتصوير يكون اوضح الشرح هلا شو بقينا بقينا نوصل الوحدة ثمانة والوحدة التسعة يلي هدول اثنين بمكان واحدة مربعة واحدة شوفي معي هدول رقم ثمانة وتسعة بيكونوا بهذا الشكل شافي كيف طريقتها سهلة كتير وحلوة هيك ومسلية بتحسي حالك انجزة يعني شي مختلف طبعا خلينا هلا ننتقل لطريقة عمل الظهر وكيف نوصله بالجزء الامامي مثل ما شافي قدامك هذا هو الظهر تبعية الجاكيت وهذا احد اجزاء الامامية شوفي معي اول شي بالنسبة رقم واحدة بلون برتقاله هي الوحدة مربعة الكبيرة اللي شرحت لك اها بتاني جزء من طريقة عمل هذا الجاكيت هاي الوحدة مربعة بتكوني نجهستيها مشغلتي ومخلصتيها بعدين تبدأ بتجيب الوحدات الصغيرة وبدنا نبدأ نوصل الوحدات مع الوحدة مربعة الكبيرة وبنفس الوقت نحن نوصل الوحدات هاي اللي باللون الأخضر اللي شافتيها مع الوحدة البرتقالية اللي كبيرة بدنا نوصلهم ايضا بالجزء الامامي والجزء الامامي اللي هوني اول شي هي رقم واحد هنبدأ برقم اثنين يعني هنجيب وحدة ونبدأ نشبكها بهاي الزاوية بعد ما تشبكيها بهاي الزاوية شوفي انا هنشبك وحدة بهذا الشكل وهكمل هذا الضلع هكمل الضلع الاولاني عادي مثل اي وحدة مربعة بتكمل الوحدة هذا الضلع طبعا هلا شوفي كيف ده تكون فقط اول وحدة هي رقم اثنين متصلة بالرقم واحد اللي كبيرة فقط بالزاوية فانا شبكت الزاوية خلاص بكمل هذا الضلع وبكمل هذا الضلع هاوصل لهذا الضلع هاذ الضلع شو هساوي فيه هاوشبكه برقم واحد من الطرف الايمن لا الجاكت الامامي متل ما شافت ادامك خلصت هدول الضلعين وصلت هوني للزاوية هاشبك بمنزلقة ب المربع رقم واحد من الطرف الامامي بها بهذا الشكل وبعدين ارتفع بغلز السلسلة وكمل عادي وصل هذا الطرف بتخلصي شبك هذا الضلع وعادي بتكملي اخر ضلع و بتغلقي بمنزلقة سأكملو ونكمل الوحدة اللي بعدها تمام متل ما شاف قدامك خلصت وصل الوحدة رقم اثنين برقم واحد وبرقم واحد ايضا بالجزء الامامي هلا بدنا ننتقل اوصل الوحدة رقم ثلاثة متل اتفاني رقم واحد اثنين هلا رقم ثلاثة بدنا نشبكها انا شوفي جهزت وحدة هنشبكها هوني هحطها بهذا الشكل اشتغلت اول نص من الضلع الاول هاشبك هلا هذا الضلع بالوحدة المربعة الكبيرة هذا الضلع بهاي الوحدة وهذا الضلع بهاي الوحدة طيب هلا انت ممكن تسأليني كيف انا بدي اعرف وين بتضبط اشبك الوحدة المربعة بالغرز بالوحدة الكبيرة لانه ما مقسمه متل الوحدات الثانية فانا هحكي لك هنقسمها بعدد الغرز هلا انت عندك دايما الزوايا فيها خمسة وعندك الجوانب فيها ثلاثة 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 مرات يعني تسعة غرز فمتل ما شافي هنعد هلا خمسة هنعد تسعة ونعد كمان خمسة لانه هون في عندك اولا من هذا الضلع في خمسة في ثلاثة 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 يعني تسعة تسعة وخمسة وفي عندك كمان هذا الضلع هون في جزء منو خمسة فهتعدي هلا عشرة للخمسة وحتعدي كمان سعي يعني تستعاشر غرزة بعدها هتشبكي اس النارة بالغرزة رقم عشرين هدخل اس النارة هذا الشكر الشوال منزلقة وارتفع بغرزة سلسلة بعدين هكمل على الوحدة المربعة واشتغل داخلها طبعا هلا انا بالزاوية هشتغل خمسة غرز عمود بيلفة بعدين هتجيب الوحدة المربعة واعيد واحد وطبعا هاي للعشرين دخلت فيها ما بعدها بعد من بعدها هي عندك من هوني واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وبدخل السنارة بالغرزة الخامسة بمن زرقة بعدين بشتغل هوني ثلاثة غرزة عمود بيلفة هي واحد اثنين اتنين ثلاثة بنتقل هلا للعامد عفوا للمربع الكبير ها اترك الغرزة اللي اشتغلت فيها منزلقة ببعد من بعدها واحد اتنين ثلاثة وبالتالتة هشتغل منزلقة وهكذا بتكملي بنفس الطريقة حتى تخلصي هذا الضلع كاملا توصلي للزاوية وبعدين تلقائي متل الوحدات الباقية هتشبكي هذا الضلع بهذا الضلع شافي هذا الضلع مع هاد وتغلقي الوحدة المربعة فانا هاكملها وبرجعلك لنكمل باقي الوحدات تمام متل ما شافي قدامك شوفي كيف وصلتها وخلصتها ثبتت كل الوحدة هاي المربعة خلصنا اذا الوحدة المربعة هاي واحد اتنين ثلاثة يعني بدنا نجيب الوحدة رقم اربعة شوفي كيف هي ها اوصلها عندي هاي هي الوحدة المربعة تمام اشتغلت اول نصدراك العادة هلا انا هاكمل متل ما شرحت لك هون تماما هاشتغل اوصل هاي الزاوية بها الزاوية ونفس الاشي هتكملي هوني بتعدي بنفس الطريقة طبعا اخر شي حيكون عندك انتي الغرزة التي تشبك فيها الغرزة هاي هتكون عندك رقم عشرين هتكون قبل هاي ففي بامكانك تساوية هوني وعادي بعدين توصلي زاوية وفي بامكانك تساوي بين هاي الغرزتين تناقص او مزرقة حتى اذا حبيت تساوي حتيكون شغلك ارتب وتكون زاوية واحدة عرفت كيف ما يكون انه في غرزتين من فاصلات ماكتب توضحه ماكتب تأثر لكن تحسب شو حابه المهم انا حبت بس وضح لك حتى ما تحس انه في شي غلط يعني لا تعرف شو الفكرة بتوصلي هاي وبعدين هاد الضرع بتوصلي هوني بعدين لما توصلي لهذا الجزء شو هتساوي هات تركي هات مع السلامة وشو ما حتوصلي هاتكملت الشغلي هاي الوحدة المربعة وتغلقيها تماما ليش عشان هوني يبدي يكون فتحة الكم عشان طلع ايدك اذا سكرتيهم ما عد تستطيع طلع ايدك يعني شوفي هذا الباترون العجيب اللي رسمته شوفي كيف هوني هاي اخر وحدتين ما حنشبكهم بهذا الطرف ليش هاي الوحدتين هلا انا بدي شغل هاي الوحدة ها هي هاي شبكيه فقط بهذا الجزء ولكن بالطرف الامامي هاد ما بنشبكه فيها عشان هاي فتحت الكم لما بدنا نسكر الجاكت هيكون عندك نتيهم من هوني فتحت الكم فهمتكي في الفكرة كتير سهله طبعا هلا انا هاي شبك هاي الوحدة ثلاثة بنفس الطريقة اللي تلك هتشبكي هالضلع وهالضلع فقط وعدين تكملي عادي تمام متل ما شافي قدامك شوفي خلص هاي الوحدة وهون ما شبكتها هلا ننتقل الوحدة اللي بعدها خلصنا واحد اثنين ثلاثة اربعة هلا وحدة رقم خمسة هاي الوحدة المربعة شوفي معي كيف هاي الوحدة المربعة هلا هون في طريقة شغلة شوي مختلفة عن وصل الوحدة اللي قبلها اكيد هاي ما هنشبكها من هون مثل هاي الوحدة المربعة لكن في كمان شغلة هابدأ فيها شوفي كيف هلا نحنا بالعادة بحطها هيك ما هتفرق نحوحطها هلا من هالناحية عشان مباشرة ابدأ اشبك بالوحدة اللي تحت لانه لسه حتى ابدأ اشبك هجيبها بعد ما خلص هاي هجيب وحدة مربعة هوني وهي الوحدة مربعة هاشبكها بالوحدة اللي كبيرة وبعدين من هذا الطرف هاشبكها بهي الوحدة فهلا انا هوني ما فيشي عندي فحبتها مباشرة بالزاوية هشبك بالزاوية هكمل هاي الوحدة هاد اضلع هشبك هوني اوشي بالزاوية هكمل هاد اضلع وصلها هوني هاي الزاوية بعدين هشتغل هاد الضلع حال بدون شبك مثل هوني بس خلصتو حارجعلك واشرحليك شو هنساوي بالضلع العلوي هلا الجوز العلوي شوفي كيف بدي اشتغله شايف هوني عندك هادا لنسكرها على بعض سيكونوا متصلين. مفروض الفوق. ليش? عشان تكون مسكرة وتكون هوني من هون تطلع اليد. اعرفت كيف فهلا شو سنساوي. شافها هي جزء العلوي من هاي الوحدة. وهذا الجزء العلوي من الوحدة رقم 7. اذا هلا بدي اوصل هاي الوحدة. اخر جزء فيها بجزء العلوي من الوحدة السابعة. هرجع السنارة. شوفي كيف هحطهم على بعض هذا الوجه الامامي وهذا الوجه الامامي. هحطهم بهذا الشكل على بعض هيك. اول اشي بالزاوية سويت منزلقة. وبعدين هشتغل هوني. خمس غرز عمود بلفة. هي اثنين. ثلاثة. اربعة. خمسة. بعدين هترك هاي الخمسة واشتغل منزلقة. بعدين عندك ثلاثة. اخر اشي وسط للزاوية هلا هشتغل. خمس غرز عمود بلفة هي اثنين. ثلاثة. اربعة. خمسة. بعدين هوني بالزاوية. خليها مرتبة. اشتغليها بالوسط. منزلقة. سلسلة اكيد. وبعدين كملي. شوفي معي. خليني افرشها. شوفي كيف عندك هاي الوحدة اللي كبيرة. عندك هذا جزء الامامي. وشوفي هذا الطرف كيف. هاي هي فتحة الكم. شوفي كتير سهل. شوفي كيف معي. شوي 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 شوي. وحدة ورثانية. وحدة ورثانية. بتصير كلياتها مرتبة وسهلة. هذا عندك هوني الكتف. طبعا ان شاء الله بس اكمل معك الابة وهي الاشياء كلهم. نشبكهم مع بعض. هلا نحنا شبكنا هذا الطرف يعني خليني يقلبه. شوفي معي كيف. هذا مثلا ظهر جاكت. تفتحي هيك الجاكت. عندك هاي هي الابة بهذا الشكل. وهوني شوفي معي كيف. فتحت الكم. كتير كتير مرتب. هلا بنكمل الوحدات. شوفي معي. هجيب هلا. هاي دك تفرشيها. بتجيبي واحدة مربعة هلا هوني. شافي معي هاي. احنا هلا شغلنا هاي الوحدة المربعة تمام. وشبكناها بهاي الوحدة مربعة من الاعلى. هلا بديك توصلي هوني الوسط صح. بقي لك. خليل عليه وتي والسلحة أخرية. هاتي يوضح عليكي. هلا بدنا نشبك هاي الوحدة المربعة هوني. تشبكيها ويتجيبي واحدة. طبعن هيك كاملة لكم سوف التفروجليك الفكرة. هتشبكيها من تحت. الوحدة المربعة الكبيرة. وتشبكيها من هذا المكان بها 이 الوحدة. بعدين هتجيبي كمال واحدة مربعة هتشبكيها بالواحدة الكبيرة. وسيقوم بتتقوى الجزء اجابي الطرف الثاني من الامام وبالتدخل لتكرر نفس الخطوات هذه الابة من هذا الطرف اتأكدي دائما الوجه الامامي هلا حيكون عندك هينحطه هوني لان هون هيكون في عنا وحدات مربعة نعتبر هاي الوحدة المربعي اللي جايسين نشغلها بالزاوية خلاص افرضي هون اشتغلتي الوحدتين هلا هي الوحدة مربعي اللي بالزاوية شوفي معي كيف هلا هاي الوحدة مربعة هتكوني بالبداية اشتغلتها هايك اشتغلتي النص الاولان طبعا هاد المكان ما بنشبك معاها متل ما سوينا هوني فتحة الكوم نفس الشي ما بتشبكيها من هذا الطرف هتبدأي تشتغلي النص الاولاني من اول ضلع بعدين هتشتغلي هاد الجزء الى حال توصلي هاي الزاوية هاتشبكي هزاوية وين بزاوية الوحدة مربع الكبيرة بعدين هاد الضلع وين هتشبكي هايكون عندك هوني وحدتين مربعات هتشبكي هاد الضلع بالوحدة مربع اللي هوني بتكملي لفوق وصلتي للضلع العلوي شو هتساوي فيه هتساوي فيه متل ما سوينا هوني شبكنا الامام بالخلف من الجزء العلوي هتشبكي بالوحدة السابعة يعني هتجيبي هذا الضلع هتشبكي بهذا الشكل من الاعلى عرفتي كيف؟ حتى يصير عندك ايضا فتحة كم بهذا المكان بس شبكتي خلصت كملي الدور عادي وخلصتي الوحدة مربعة هاي نفس الاشي هتكملي تجيبي واحدة مربعة هوني هاي الوحدة مربعة هتشبكيها بالضلع هذا اللي هوني ولا هتشبكي او له لان هنا فتحة الكيم لازم تكونه على مربعين و بعددي نتakinل الأ품 وتشبكيها في هذا الجزء لا تجيبي الاυτ milligrams وهتشبكي الاكل مثل الوحدة فقط Quickції بذلك اللي بعدها بهذا الضلع وهكذا ستاكمل دائر ميدور وحد المربعة هتشو تعمل حواليها كل الوحدات المربعة مثل ما شايفت دامك هي خلصنا دسم الجاكيت كتير طالع حلوة طبعا خفيت كل الخيوط وكاويت الجاكيت بالبخار حتى هيك المحدات المربعة كلياتها تثبت بطريقة حلوة ومرتبة مثل ما شايفة صير هيك الجاكيت تحركته كتير خفيفة يعني شو رأيك طبعا هي هي الوحدة المربعة الكبيرة وحوالي الوحدات المربعة الصغار وهي من الامام طبعا الأبي هيك شوي نازلية مثل ما شايفة لأنه لسه ما سوان الأبي اللي بضهرها وان شاء الله بالفيديو الجاي حنكمل مع بعض طريقة وصل الأبي الخلفية لانه هون سنحط وحدات مربعة ونوصلهم مع هاي الوحدة التاسعة اللي شرحت لك عنها ببداية الفيديو كيف نوصلها وان شاء الله ايضا حنشارك طريقة وصل الوحدات المربعة التبعية تلك ومنكمل هيك الجاكيت مع بعض بتمنى الفيديو عجبك بتمنى تبعتولي سوى تطبيقاتكم للجاكيت للوحدات المربعة شو الألوان اللي استخدمتوها هنجلسين تستخدموا نفس اللون لكل الجاكيت ولا هيك المساويين ملون وطبعا قبل ما نحن الفيديو لا تنسي تشعركي بالقناة بالضغط على زر واشتراك في هذا الفيديو وبعد يستمرها حتى اول ما ننزل الفيديو الجاي فورا تبدأ التوقيع معي وشوفكم فيديو الجاي ومع السلامة